من أقوى وأفضل هواتف شركة أوبو وصل إلى الأسواق الجزائرية وهو الأوبو فاين إكس خمسة برو هاتف مواصفات خارقة ومميزة جدا أيضا الهاتف ياتب أفضل تصميم لهذه السنة لذلك في هذا الفيديو سنتعرف على سعره ومواصفاته أيضا سنذكر أهم المميزات والعيوب الموجودة في الهاتف ولكن قبل ذلك ادعمونا بلايك للفيديو لتحفزنا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادر من قناة دقائق تقنية هاتف الأوبو فاين إكس خمسة برو توفر في الأسواق الجزائرية بسعر حوالي 16 مليون لنسخة 256 مع 12 جيجا رام فهل هذا السعر مناسب بالنسبة للمواصفات؟ لذلك تابع الفيديو للأخير إذا كان الهاتف يستحق الشراء أم لا أولا كالعادة نبدأ بتصميم تصميم مميز جدا ومبهر من أوبو حيث حصل الهاتف على أفضل تصميم لهذه السنة يعني تصميم شيك وفخر لغة التصميم لم تختلف كثيرا على هاتفها السابق الفاين إكس سلافة برو ولكن هذه المرة سنجد أن النوتو المنحني للكاميرات الخلفية أصبح أكثر جاذبية أيضا في الظهر سنجد كلمة أوبو مع كلمة الهيز بليد وهي شركة معروفة في مجال الكاميرات أيضا الهاتف ياتي بخامات ممتازة من السيراميك في الظهر والإطار من الألمانيوم وأما من الأمام فهو مصنوع من الزجاج من نوع أيضا الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الائي بي 68 أي نصف ومتر تحت الماء لمدة نصف ساعة أيضا الهاتف يزي 218 جرام بصراحة الهاتف يأتي بتصميم أنيق جدا وعصري ومن أفضل التصميمات لهذه السنة فالسؤال المطروح هل أعجبكم التصميم أم لا هاتف الأوبو فايند اكس خمسة برو يحتوي على شاشة مميزة جدا بمعدل تحديث عالي وسطوع قوي تحت أشعة الشمس الشاشة راح تقدم لك تجربة ممتازة في مشاهدة المحتوى فهي تأتي من نوع LTV2 أمولود بحجم 6.7 إنش بدقة الكوات HD بلاس وبدقة على 1440 في 2316 بيكسل مع كثافة بيكسلات 525 بيكسل لكل إنش أيضا الشاشة تمتاز بمعدل تحديث 120 هرتز والشيء المميز في الشاشة أنها تدعم تقنية LTV2.0 هذه التقنية تسمح بتغيير معدل التحديث تلقائيا من 1 هرتز إلى 120 هرتز وهذا على حسب استعمالك للهاتف أيضا الشاشة تدعم 1 مليار لون وميجة الأشيار تان بلاس ولديها سطوع قوي تحت شعة الشمس يصل إلى 1300 نيتس ومحمية بطبقة من الزجاج من نوع كورنغرولا جلاس فيكتس أيضا الشاشة تدعم منحنية على الأطراف وبدون حواف تقريبا وتأتي على شكل الثقب وهو لكاميرا سيلفي على العموم شاشة مميزة جدا من أبو وكعادة الهواتف الرائدة فإن الهاتف لا يدعم تركيب الذكرى الخارجية ولا يدعم منفذ 3.5 مليمتر ويدعم الهاتف صوت ستيريو قوي مدعوم بتقنية الدول بأطموس ويدعم أيضا تقنية الأنفسي أيضا الهاتف لديه بطارية بحجم 5000 مليامبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات أي شحن الهاتف 50 بالمئة في ظرف 12 دقيقة فقط أيضا الهاتف يدعم الشحن العكسي بقوة 50 وات ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات وبالنسبة للآداء فالهاتف يأتي بمعالج سناب دراجون 8 جي أنوان بدقة تصنيع 4 نانو متر مع المعالج الرسومي آدرينو 730 معالج غانية على التعريف وموجود في عدة هواتف رائدة فالهاتف حصل على منصة الجنبانش 5 في النواة الواحدة على ألف واثنان نقطة وعلى النواتين حصل على 3433 نقطة وعلى منصة أونتوتو حصل على أكثر من مليون نقطة يكون بذلك من أفضل الهواتف الرائدة من ناحية الآداء ويتفوق على العديد من الهواتف أيته السعرية أيضا الهاتف لديه عدة خيارات لتخزين 256 مع 812 جيجا رام و 512 مع 12 جيجا رام مع ذاكرة من نوع UFS 3.1 كما أنه يأتي بنظام OnDread 12 مع واجهة ColorOS 12.1 واجهة سلسة وسريعة ولن تعاني من أي مشاكل معها أيضا الهاتف يحتوي على بصمة مدمجة أسفل الشاشة هاتف الفايند X5 Pro يحتوي على كاميرات مميزة جدا حيث من الخلف سنجد ثلاث كاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة A1.7 تدعم المثبت البصري وتأتي بحساس سوني المشهور لبيكس 766 والكاميرا الثانية بدقة 13 ميجابيكسل وهي للطول فوتوى لعمل زوم حقيقي حتى 2X وآخر كاميرات بدقة 50 ميجابيكسل وهي للتصوير الواسع فالكاميرا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K والفول HD وتدعم الكاميرا الـ HDR والعشر رابط في الفيديو وبالنسبة لكاميرا السيلفي فتأتي بدقة 32 ميجابيكسل تصور الفيديو بدقة الفول HD فالكاميرا راح تقدم لك صور مميزة جدا ومن أهم مميزات الهاتف هي الشاشة شاشة مميزة تدعم 120 هرتز وتدعم تقنية الـ أيضا الهاتف لديه تصميم عنيق مع خامات فخمة وتميز الهاتف أيضا بكاميرات ممتازة من ناحية الصور والفيديو أيضا الهاتف يتميز بواجهة سلسة وسريعة والهاتف لديه محرك اهتزاز لمسي أيضا من أهم المميزات هي سرعة الشحن سرعة شحن رهيبة 80 واط والمعالج قوي جدا راح يقدم لك تجربة آداء ممتازة وآخر ميزة في الهاتف وهي كاميرا سيلفي كاميرا سيلفي مميزة جدا وأما العيوب بصراحة العيوب ليست كثيرة وهذا دائما ما نجده في الهواتف الرائدة فأول عيب هو الزوم يعمل حتى 2X أيضا سطوع الشاشة أقل من المنافسين على العموم هاتف يقدم وصفات قوية شخصيا بسعر 16 مليون أعتبره خيار جيد للشراء وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف هو سعره فشاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه